شوني مطلوب أشياء بسيطة في على الأقل في التعبير عليها لكنها عظيمة في إنجازها أولا أحنا في حاجة متع حكومة إنقاذ وحكومة إنقاذ هي برنامج إنقاذ كيفاش باش نوقف النزيف متع المالية العمومية والنزيف متع الميزان الجاري متع البلاد التونسي كيفاش إذن باش نستثمر كيفاش الدولة باش تقوم بدورها كقاتلة الاستثمار وكيفاش باش تجر الاستثمار الخاص وراها هذه أسألة لا بد من الإجابة عليها وراوا الإجابات موجودة والحكومة هذه والحكومات الكل عندهم الأجوبة لكن لم تكن لهم المقدرة على وضع هذا البرنامج في محل التنفيذ لنوا ما عارفوش كيفاش وحده التونسي حوله فما خلافات مع اتحاد الشغل مع العديد من التيارات اليسارية القومية الاخرية اللي هي مش قابلة تضحيات لكن ما صار لش نقاش لا معهم لا مع التونسي إذن نقتلوا لحكومة إنقاذ وطني حكومة إنقاذ يعني برنامج إنقاذ يعني وحدة حول هذه الحاجة الثانية هي إصلاح النظام السياسي الذي سقط كانت فما شلل للدولة عركة بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى حد اللي حقوا فيه في تنقلاته الخارجية سواء في ليبيا يخلط رئيس الجمهورية باش يعطل الشيرقة ويتجهوا لإيطاليا باش ما تقبلوا كثر الهم يضحك يعني هذه الأزمة حتى واحد موباري منع فيها الآن مطلوب مننا أن نجتمع أن نجتمع حول مائدة وأن نقول ماذا يجب أنا حسب رأي فم حلول مش هذا مجال معناه باش نحكي فيها لأنه يتعقد أنه يقال ثم الثالثة تجديد الشرعية با هي شرعية الماضية مشاهد هي شرعية منين تتجدد من صندوق الاقتراع عبر انتخابات سابقة لأوانها تشريعية فقط أم تشريعية ورئيسية أحمد نجيب شير لأنه هناك من يرى في أنه على رئيس الجمهورية قيسعيد أيضا تحكيم الشعب بعد قرارات 25 جوليا بعد سنتين من عهده الرئيسية الحل في انتخابات عامة تشريعية ورئيسية حتى يكون فما نظام جديد ومنظومة جديدة منسجمة مع بعضها البعض وأنا رأى هذا والرأى أنه من مصلحة قيسعيدا يذهب إلى انتخابات رئيسية لأنه عنده الآن مد لا ينكر لكن أنا ما نحسبش هكا نحسب تونسش بش تربح يبقى الطريقة اللي ماشي فيه سيقيس حتى تونس ما هو ماشي فيه سيقيس يحب نظام ديمقراطية غير تمثيلية ديمقراطية مباشرة أو شبه مباشرة العالم الكل كانت تخزر في البيانات المتعى العالم والبيانات المتعى قبل ما يخرج بيانات العالم طالبين ديمقراطية تمثيلية يكونوا فيها للبرلمان دور معتبر مش البرلمان الماضي المنظومة جديدة يلزم تقوم على الفصل بين السلطات إذا اختل الفصل بين السلطات ضاعت الحقوق وضاعت الحريات وندخلوا في مغامرة شوفنا عديد من البلدان دخلت فيها ماذا لو واصل قيس سعيد في نفس النهج عدم تسقيف التدابير الاستثنائي الموضي قدما في مشروعه السياسي أحمد نجيب الشابي كيف سيكون حضوره في المشهد السياسي هل من الممكن أن راجبها سياسية يقود أحمد نجيب الشابي تحركات احتجاجية ما العمل في تقديرك شوف الرئيس قيس سعيد إما يمشي في خارط طريقة اللي أنا أخصت في تثنيقات ولا البلاد التونسية بيش تسقط بكل مؤسساتها بكل مؤسساتها بدون استثناء وبيش ندخلوا في الفوضى ولذلك أنا إلي عندي رجاء وبكثير من اليأس رجاء عليها كثير من اليأس لأنه لا شيء يدل بين الرئيس قيس سعيد ممكن يقبل المجتمع كما هو يحب على المجتمع على كيفه على مذقه على مقاسه وهذا مش ممكن إذن إذا كان جاءت هذه الفرصة الزعامة لا تعلن ها راني أنا زعيم كذا ستبرز زعامة من هؤلاء التونسة اللي إن شاء الله تكون قادرة بشتقود البلاد وعندها ثقة الناس نجب نشوفوك في جبهة سياسية مدنية حمد نجيب الشابي أنا أدعو إلى جبهة سياسية مدنية عريضة لأنه ذلك هو اللي بش ينقذنا الآن فمرتخاء نسبي يعني نسبة النقد لمنظومة 25 جويلة قاعدة تتطور لكن مش بالدرجة الكافية ولابد إذن من لقاء من التقاء من مبادرة من حراك يجمع كل القوى الخيرة ويشكل قوة ضغط لفرض خطة للإنقاذ على سيد قيسي